وينضم إلينا من بغداد مراسل الحرة ضياء محمد ضياء أهلا بك هل من تفصيلات إضافية بخصوص هذا الهجوم على نقطة أمنية في هيت ماذا عن نتائج حملة الدهم والتفتيش طبعا محمد النقطة التي تحدثت عنها البيانات الأمنية النقطة واقعة في منتصف المسافة بين قضاء هيت ونحية المحمدي نتحدث عن مسافة تقدر بخمسة عشر كيلو مترا هذه المنطقة تقع على حفة النهر مباشرة قريبة من نهر الفرات النقطة التي هجمت فجرة هذه الليلة الماضية كانت تحتوي على أربعة مقاتلين بينهم ضابط برتبة مقدم يفترض أنها مقر سرية متعارف أن مقر سرية يحتوي على عدد كبير لكن مراقبين أمنيين يعني يرمون باللائمة على العدد القليل من المراتب أو من المقاتلين الذين يناطبهم مهام الحراسة بمستوى سرية أربعة أفراد بمستوى سرية يبدو أن هذا برأي الأمنيين أنه هذا سبب كافي للوصول إلى هذه النتائج التي أدت إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط برتبة مقدم وهم من الحجد العشائري مصادر محلية ذكرت أن أهالي الضحايا توعدوا بالقصاص وطالبوا القوات الأمنية بسرعة كشف الفاعلين وفي حالة تأخر هذه العمليات أو عمليات كشف الفاعلين أو المجنات الذين تأدوا إلى مقتل هؤلاء الأربعة فأنهم حسب رأي هذه العشائر فأنهم سيقومون برد فعل أو يقومون بأنفسهم بالتفتيش المنطقة القريبة وهم يعتقدون أن الهجوم جاء من منطقة صحراوية قريبة كانت شهدت خلال الفترة الماضية عدة هجمات بخدوم أو باتجاه منطقة المنطقة المحصورة ما بين كويسوهيت باتجاه حافة الصحراء حيث الخط الاستراتيجي هناك عدة عمليات شنت من تلك المنطقة وبالتالي هذه العملية جاءت بعد أيام أو بعد أيام قليلة من عملية قامت بها قوات الأمنية بتعقب عناصر داعش في تلك المنطقة ومقتل أحد العناصر في المنطقة الصحراوية المشار إليها إذن العملية الأمنية لازالت مستمرة عملية التفتيش والوصول إلى جنات والمواقع التي انطلقوا منها لازالت جزائرة لحد الآن محمد من بغداد مراسل الحر رضياء محمد شكرا جزيلا لك